ترتفع أعمدة الدخان في العاصمة اليمنية صنعاء صحب كثيف من الدخان غطت سماء المدينة بعد سلسلة غارات شنها التحالف العربي بقيادة السعودية ضربات جوية تستهدف مواقع وقدرات ميليشيات الحوثي في صنعاء ومدن أخرى ضمن عملية عسكرية نوعية أعلن عنها التحالف لإسناد ودعم الجيش الوطني اليمني ورجال القبائل كما شدد التحالف على أن المدنيين والأعيان المدنية خط أحمر مؤكداً في الوقت ذاته على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية هذه العملية تأتي بعد تصاعد هجمات الحوثيين ضد أهداف في السعودية طالت مدنيين في الآونة الأخيرة وقد تمكنت دفاعات التحالف من اعتراض وتدمير 12 طائرة بدون طيار مفخخة جميعها حاولت استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة حسب ما أكد التحالف وفي مأرب أيضاً أعلن التحالف العربي عن تدمير منصة دفاع جوية معاد من نوع سام ستة يتبع لمليشيات الحوثي هذا التطور يأتي في إطار تقدم قوات الجيش اليمني والقبائل ميدانياً في مأرب وهو ما قد يفسر استمرار هجمات الحوثيين في المناطق المجاورة بحسب مراقبين